وقبل كم شهر كان يقول عائلة البراك تعاني وكنت بتوصل ان والله العائلة انظلمت ويقطعون رزق اي عائلة ما دام فيها احد الاشخاص معارضين ويقول لك الان يعني يمكن كثير من التساؤلات سبحان الله والحين صرت نائب رئيس لمجلس ادارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة اولا يعني انا لما قلت تعاني مو تعاني ضيق الرزق ولا اشتكي ولا اقلب شيء من احد هو اي شيء ياخذ من سياقة مثل لا تقرأ بالصلاة زين لان اذا اخذ لا تقرأ بالصلاة ما احد رح يصلي في العالم بامر ديني فهذا الاستشهاد اخذ من سياقة هذا في سياق معين لتجربة معينة والحمد لله ربنا وفق راحت ثانيا اخونا اللي كتب الكلام الله يسامحه انا والله الحمد لم اسعى الى اي مكان او منصب في حياتي لا في القطاع الخاص وبالذات في القطاع العكوبي انا يطلب مني مرات ان من ناحية واجب وطني وغيره انا الان نائب رئيس مجلس ادارة غير متفرغ يعني ما هي وظيفة حتى يعني ابتداء ليست وظيفة هي اقرب الى تطوع وهو انا بالنسبة لي تشريف اولا تجاوبا مع اخوي خالد روضان وزير التجارة رجل جاد واعرفه جيدا اخ خالد شات في مجروعة رجل جاد في هذا الموضوع بذل جهد كبير وجبار تغير القانون يريد ان مساهمه في تعديل قضية رئيسية ومهمة اللي اقتصاد الكويتة ومشروعات صغيرة والشباب انا ايضا يعني مهتم بالشباب من زمان واهتمامي ليس مرتبط باي يعني عوائد اطلاقا قدمت برنامج المبادر على مدى 3 سنين قدمتها ما في اي فلس واحد مكافة لي انا اديك واجب وطني وكحبي بشباب